في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كورونا زرع الموت والرعب في أنحاء العالم وفي ظل محاولة الكوادر الطبية في البلاد جاهدة لمواجهة التحديات الإنسانية وتعزيز البرامج التوعوية للمواطنين للحد من انتشاره استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد 3971 عينة وزعة بين لجان التقص والرصد والمراكز على مستوى البلاد وبعد فحص العينات كانت نتائج 3085 عينة سالبة و886 عينة موجبة منها 619 حالات جديدة و267 مخالطة كما سجل 410 حالات شفاء و11 حالة وفاء يرتفع إجمال الإصابات إلى 25822 حالة من بينها 11509 حالات نشطة و13908 من المتعافين فيما بلغت عدد الوفيات 409 حالات لتستمر لائحة ضحايا الفيروس في التوسع في البلاد ويستمر الوضع الصحي في التدهور وسط دعوات الأطباء والمختصين والإجيان الرصد والهلال الأحمر ومركز مكافحة الأمراض للمواطنين بالتزام الإرشادات والإجراءات الاحترازية فرغم كل الجهود المحلية للحد من انتشار الفيروس والجهود الدولية للتوصل إلى لقاح آمن فإن المؤشرات تشير إلى أن نهاية الوباء لن تكون قريبة مع قيام العديد من الدول بالتعايش مع الوباء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان دوران عجلة الأعمال وتحاشي الانهيار الاقتصادي اشتركوا في القناة